بسم الله الرحمن الرحيم المهمات زاد الأغراض الخاصة بالنسبة للنقطة الأولى المتمثلة في طبيعة عمليات المراجعة زاد الأغراض الخاصة طبعا من المعروف أن تختلف طبيعة وتوقيت ونطاق العمل في مهام المراجعة زاد الأغراض الخاصة باختلاف الظروف المتعلقة بكل مهمة وعلى مراجع الحسابات أن يتأكد من وجود اتفاق تام مع العميل المرشاقة محل المراجعة حول طبيعة المهمة بالتحديد وشكل محتوات التقرير الذي سيتم إصداره وذلك قبل بدء مراجع الحسابات في تنفيذ المهمة بالإضافة إلى أنه يجب على مراجع الحسابات عند التخطيط لأعمال المراجعة زاد الأغراض الخاصة أن يحصل على تفاهم واضح للغرض الذي ستستخدم فيه المعلومات التي سيعد تقريره عنها ومعرفة من هم مستخدمي هذه المعلومات وحتى يمكن تفادي احتمال استخدام تقرير المراجع في أغراض لم يكن مخصصا من أجلها يجب على مراجع الحسابات أن يذكر ذلك في صلب التقرير الغرض من إعداد هذا التقرير وجذلك وجود أي خطر على توزيعه أو استخدامه طبعا في ملاحظة أن لا تسرع عملات المراجع زاد الأغراض الخاصة على المهام المتعلقة بالفحص المحدود للقوائم المالية أو تلك المتعلقة بتطبيق إجراءات متفق عليها أو بمهمة إعداد معلومات مالية وتعين على مراجع الحسابات دراسة وتقييم النتائج المستخلصة من الأدلة التي حصل عليها خلال عملية المراجعة زاد الغرض الخاص كأساس لإبداء رأيه ويجب أن يتضمن تقرير المراجع رأيا واضحا ومكتوبا لمراجع الحسابات طيب النقطة التانية وهي تقارير المراجعة عن المهمات زاد الأغراض الخاصة تناولت الإصدارات المهنية الدولية والأمريكية والمصرية تقارير المراجعة زاد الأغراض الخاصة ويجب أن يتضمن تقرير مراجع الحسابات غير المتحفز حول مهام المراجعة زاد الأغراض الخاصة على العناصر الأساسية التالية تبقى للإصدارات التولية وتقريبا فيه تشابه كبير بينها وبين المجالات الأخرى زي يجب أن يتضمن التقرير عنوان كما يتضمن التقرير الجهة التي يوجه لها التقرير يعني المقصود الجهة التي كلفت مراجع الحسابات بإجراء هذا الفحص وأعداد التقرير كما تضمن يجب أن يتضمن التقرير الفقرة التي افتتاحية ويبتضمن تحديد المعلومات المالية التي تم مراجعتها وتحديد مسؤولية الإدارة ومسؤولية مراجع الحسابات كما يتضمن التقرير فقة النطاق وهي الفقرة التي تصف طبيعة عملية المراجعة وتضمن الإشارة إلى معايير المراجعة الدولية أو المصرية المستعدمة في مراجعة المهام زاد الأغراض الخاصة ووصف العمل الذي قام به مراجع الحسابات والعنصر الخامس من عناصر التقرير فقرة الرأي والتي تتضمن إبداء مراجع الحسابات لرأيه في المعلومات المالية التي قام بمراجعة وفي الختام بالمثل آخر جزء أو عنصر من التقرير يجب أن يتضمن التقرير تاريخ التقرير وعنوانه وتوقيع مراجع الحسابات طيب بالنسبة لمعايير المراجعة الدولية المصرية أوراد أمثلة عن تقرير المراجعة المتعلقة بمهام المراجعة زاد الأغراض الخاصة على النحو التالي على سبيل المثال قد يكون التقرير هو تقرير عن مراجعة عن مراجعة أو التقرير عن مراجعة مراجعة القائم المالية المعدة وفقاً لإطار محاسبي شامل بخلاف معايير المحاسبة المصرية أو الدولية حسب الاتفاق ما بين مراجع الحسابات والمنشأة محل المراجعة طيب ممكن يبقى نوع التقرير التقرير عن مراجعة عنصر من عناصر القائم المالية أو جزء من القائم المالية طبعاً معروف أن مراجعة القائم المالية السنوية تبقى مراجعة شاملة لكل عناصر القائم المالية إنما في المهام الخاصة ممكن إيبقى الاتفاق ما بين مراجع الحسابات و المنشأة ان مراجع الحسابات يرجع عنصر معين او مجموعة من العناصر معينة او عمتا جزء من هذه القوائع النوع التالت ممكن عندي تقارير المراجعة عن مدى الالتزاب بالشروط التعاقدية تمام ببين المنشأة و طرف اخر طي من النوع الرابع ممكن يبقى عندي تقارير عن انجاز مهمة متفق عليها ممكن التقارير بتاع المراجع يكون عن مراجعة القوائم المالية المعدة وفقا لاجراءات تنظيمية و حكومية خاصة بجانب المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما النوع السادس ممكن يبقى تقارير مراجع تقارير مراجع الحسابات عن الافصاح عن المعلومات المالية في سوى الاشكال او جداول معينة طيب تقارير النوع السابع تقارير مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة الدراسات المتعلقة بتقييم الشركات لاغراض الخصخص النوع السامن من انواع التقارير الخاصة بالمهام الخاصة يمكن ان يكون تقارير مراجع الحسابات عن مراجعة سندي الاستثمار وكلها حسب طبيعة المهمة زي ما ذكرنا في بداية المحاضر دي كان الموضوع التالت والخطوط الرئيسية والعريضة لهذا الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر